لو انت بتعاني من مشكلة تمكين المصادقة السنائية على الفيسبوك يبقى الفيديو ده ليه كل الناس بقت بتعاني الفترة الاخيرة دية من مشكلة تمكين المصادقة السنائية في الفيديو ده باذن الله هنقدر نحل المشكلة دية بكل سهولة كل اللي انا محتاجه منك ان انت تصدع على النبي عليه افضل الصلاة والسلام طبعا زي ما انتو عارفين ان مشاكل الفيسبوك الفترة اللي فاتت دية بقت كترة جدا ومنها مشكلة تمكين المصادقة السنائية وللأسف الناس مش عارفة تحل المشكلة دي خالص فأنا أجيب لكم الحل في الفيديو ده بإذن الله كل اللي أنا محتاجه منك أن أنت سيسمع الفيديو ده للنهاية علشان حرفيا هتستفاد بكمية معلومات أول مرة تعرفها يلا بينا يلا بينا معظم الناس بتعاني من مشكلة تمكين المصادقة الصنائية على الفيسبوك بإذن الله يتعالى في الفيديو ده هنحل المشكلة دي زي ما أنتوا شايفين كده كاتبين البريد الإكتروني وكلمة السر الخاصة بالحساب لما بنضغط على كلمة تسجيل دخول بتبدأ تظهر معاكم مشكلة تمكين المصادقة الصنائية اللي كل الناس بتعاني من المشكلة دي للأسف في الفترة الأخيرة دي طيب لو أنت وصلت للمرحلة من الفيديو لحد الآن عايزك تصلي على النبي في التعليقات بعد إذن حضرتك صلي على الحبيب علشان ربنا يكرمني ويكرمك أنت كمان ده بعد إذن حضرتك أول حاجة إثبات إن احنا هنقدر نحل المشكلة دي لو نزلنا لتحت كده ده اسم الحساب اللي احنا هنفتحه النقاردة اسمه الأستاذ أحمد طبعا اتواصل معايا ومشكورا قال لي أنا عاوز أحل المشكلة بتاع حسابي لو أنت عايز فعلا تحل مشكلة حسابك تقدر تتواصل معايا طيب معظم الناس لما بتضغط على كلمة تمكين المصادقة الصنائية بتبدأ تظهر معاهم صفحة تانية وهي لا يمكنك إجراء هذا التغيير حاليا طيب حل المشكلة دي يا بوحنين زي ملتلك كده صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وتابع الفيديو ده للنهاية علشان حرفيا هتستفاد تمام؟ وزي ما انتو شايفين كده دي الخطوات الأخيرة لاسترداد حساب الفيسبوك لو ضغطنا على التالي زي ما انتو شايفين كده بيبدأ يفتح معاك الصفحة دي وهنا بيعرفك كل البريد الإلكترونية والأرقام لها التلفونات اللي مربوطة بالحساب ده تمام؟ وركز في البريد الإلكتروني اللي انا كتبته في البداية لو نزلنا لتحت كده وضغطنا على التالي هيبدأ يفتح معاك الصفحة دي هنا لو انا عايز ازيل اي رقم من الأرقام دي بس انا طبعا مش اعمل الكلام ده خالص وهبدأ انزل لتحت خالص علشان ادوس على التالي هنا هضغط على كلمة عدم ازالة اي شيء علشان نبدأ نتابع معاكم الخطوات في استرداد حساب الفيسبوك تمام؟ طبعا زي ما انتو شايفين كده بيبدأ في خطوات الاخيرة ان احنا هنفتح الحساب دلوقتي حالا واتشوف كل حاجة قدامك عزيزي المشاهد لو انت وصلت للنقطة دي صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام بعد كده هنضغط على التالي خلاص كده هنضغط على عودة الى فيسبوك وبكده احنا فتحنا الصفحة دي ولو ضغطنا على التلات شرطات هنبدأ نضغط على اسم الحساب علشان اوريك نفس اسم الحساب اللي احنا ورناقولكم في بداية الصفحة او بداية هذا الفيديو اسمه لستاذ احمد وبكده الحساب فتح وبكده احنا خلصنا شرح النهاردة ولو انت عايز تفتح حسابك ياريت تتواصل معايا وباذن الله تعالى مشكلتك هيتم حلها في خلال عشر دقايق بس عزيزي المشاهد لو انت وصلت لحد الحلقة دي لحد الان ياريت تصلى على النبي في التعليقات علشان ربنا يكرمني ويكرمك انت كمان وبكده خلصت الفيديو بتاع المعرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته